السلام عليكم معاكم أدها من جيم تيك واليوم إن شاء الله بقدم لكم تجربتي ومراجعتي للعبة الرعب The Medium مع شرح أسلوب اللعب وكل المعلومات عنها والأشياء اللي ما عجبتني فيها نبدأ بنبدأ عن القصة واللي بقولها لكم الحين هو عبارة عن أول نص ساعة من اللعبة يعني إن شاء الله ما في أي حرق قصة اللعبة دور حول بنت اسمها مريان ومريان دايما يجيها حلم غريب أن في رجل يطارد بنت كل وجهها دم ويطلق عليها وبنفس الوقت مريان اللي هي بطلة اللعبة عندها قوة أنها تقدر تتواجد في العالم الواقعي وعالم الأرواح وهي تعرف أن هذه القوة عندها وأحيانا تستخدمها أنها تساعد الناس في العبور من عالم الأرواح وفجأة يوم يجيها اتصال من شخص مجهول يعرف اسمها ويعرف القدرة اللي عندها ويقول لها أنت الأمل الوحيد علشان ننجو تعالي إلى منتجع اسمها نيوة وهي تعرف أن هذا المنتجع السياحي صار فيه مذبحة تاريخية وانقتل فيها ناس كثير لكن لازم تروح وتعرف مين اللي اتصل وإيش فيه وراه ومن هنا تنطلق بطلتنا في قصة أحيانا مرعبة وأحيانا بتشدك وأحيانا راح تشدتك بشكل عام قصة اللعبة حلوة وتشد لكن تحتاج شوي التركيز مع لغة أنجليزية جيدة علشان تقدر تفهمها وتندمش فيها نجي عند أسلوب اللعب أسلوب اللعب من منظور الشخص الثالث لكن في الأغلب الكاميرا بتكون ثابتة وأحيانا تتحرك معاك من الخلف واللعبة خطية جدا يعني بتمشي مع الأحداث وما تقدر تدور وتستكشف إلا في المكان اللي انت فيه حاليا أو المنطقة الصغيرة اللي انت واقف فيها وعلى فكرة اللعبة ما فيها مسدسات وقتال أعداء حتى أدوية ما فيها هي عبارة عن لعبة فيها قصة تمشي معاها بتشويق ورعب وتقدر تستخدم بعض القدرات في اللعبة وبذكرها لكم بعد شوي وفي اللعبة بتتحكم في الشخصيتين في نفس الوقت البطلة في العالم العادي وفي عالم الأرواح وحيانا تتحكم فيهم سواء عبر الشاشة المقسمة وحيانا تلعب في واحدة منهم وتقدر بعد أنك تتحكم في شخصية وتوقف الثانية لشوية وقت ولا تخاف التحكم في الشخصيتين في نفس الوقت سهل جدا وغير معقد ووجود عالمين في اللعبة في نفس الوقت أضاف متعة للعبة علشان العالمين مرتبطين مع بعض بشكل كامل مثلا تجي قدام شيء يعيق تقدمك في العالم الحقيقي فتروح تفتح الباب من عالم الأرواح علشان تقدر تكمل في العالم الحقيقي والعالمين متصلين مع بعض وأي شيء تسوي في العالم الأول له تأثير على العالم الثاني فهنا تتعاون أنت وليسمونا السول ميت حقك على التقدم وحل الغموض الموجود في المكان وفيها الغاز في اللعبة لكن أعتبرها بسيطة ولا هي صعبة لكن في بعض العقبات أو الأماكن اللي لازم تعديها وتتطلب منك تركيز كبير ولازم تعرف كيف تستفيد من العالمين في نفس الوقت علشان تقدر تعديها وتكمل اللعبة ومثل ما قلت لكم اللعبة فيها بعض القدرات اللي تستفيد منها مثل في عالم الأرواح فيه الطاقة اللي تساعدك في حماية نفسك في بعض الأماكن أو الانفجار الضوئي اللي يحميك من الأداء وفي اللعبة بتمر فيه لحظات مرعبة ولحظات مشوقة ولحظات بتتخبى فيها من الأداء بشكل عام أسلوب اللعب كان سلس وما يجيب الملل مثل بعض الألعاب اللي استخدمت نفس الأسلوب أما بالنسبة للرسومات فهي مناسبة لطريقة اللعب وفي بعض الأوقات كنت أشوف الرسومات عادية وفي بعض الأماكن كنت أشوفها قوية وحلوة وفعلا هذه اللعبة استغلت كل قدرات الأكس بوكس سيريس اكس الجهاز قادر يحمل عالمين مختلفين في نفس الوقت وتلعب فيهم فترة طويلة ولكل عالم بيئة مختلفة تماما ومع ذلك كان آداء الجهاز ممتاز نجي عند الأشياء اللي ما عجبتني في اللعبة أول شيء الوحوش الوحوش تقريبا 80% منهم ما لهم أي قيمة يعني ممكن تخاف منهم لكن ما لهم أي هيبة يعني كان مثلا يطلع لوحش لازم أتخبى منه أنا لا أتخبى منه ولا شيء أكمل عادي ولا كأنه موجود وأعدي المكان كنت أتمنى الوحوش في هذه اللعبة يكون لهم طابع خاص ويترك فيك أثر لكن للأسف أغلبهم ما لهم أي تأثير علي ثاني شيء عمره اللعبة قصير ختمتها مرتين في ثلاث أيام ثالث شيء بس تخلص اللعبة تحس أن اللعبة ناقصة وما ودي أتعمق في التفاصيل علشان لا أحرق عليكم لكن تحس أنك بديت لعبت مشيت فيها شوي القصة حلوة العالم حلو وختمتها وخلاص الخلاصة لعبة The Medium واحدة من الألعاب اللي تعطيك تجربة جديدة من ناحية الجيم بلاي ومستوى ممتاز من ناحية عالم اللعبة والموسيقى وأنصح اللي يحب الألعاب الخطية والقصة والتشويق أن يجرب هذه اللعبة بتعطيك تجربة جديدة لكن قصيرة شوي اللعبة بتكون متوفرة على الجيم باس مجانا على الإكس بوكس سيريس X و S فقط ما بتتوفر للإكس بوكس وون وطبعا بتكون موجودة على البي سي